أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسلعين اهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونضى الدين ربي وفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيم ويقيمون السراط ومما أرزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفرحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمصارهم يشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مشرحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ضروا أن أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في ضغيانهم يا عمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت دجارتهم وما كانوا متدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سمهم بكم عمي فهم لا يرجعون أو تصيب من السماء فيه ظلمات ورعت وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يحذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخضف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قابلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا عبر الصالحة لأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يبدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يبدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصر ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتهم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال ربك للملائكة إني جاعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم شادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة استجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباوى استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت والزوجك الجنة وكلا منها روضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعطوكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأذينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وقلبوا بآياتنا أولئك أصحابنا لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا ضليلا وإيايا فالتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن الخاشعين الذين يظنون أنهم مناقوا ربهم وأنهم إلي رجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجر من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك العلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان العلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الرغمام وأنزلنا عليكم المن وسوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنسيت المصنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقوا موسى لقومه فقلنا اضرب بعسوك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسبر على طعم واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من باقدها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم واضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا مثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تلتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فأبطل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عددوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين فاجعلنا هانا كان لما بين يديها وما خلفها وما عيضة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بغرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بغرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بغرة صفراء فاقع لون هذا سر الناظرين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البغرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهددون قال إنه يقول إنها بغرة لا ذلود تطير الأرض ولا تسقل الحرط مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسهم فانترأتم فيها والله مخرجنا كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعض هذا ذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغفل عن ما تعملون أفتأضمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فليق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعض من بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرن وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ضليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما ما عدودا قل أدخلتم عند الله عهدا فلن يخرف الله عهده أم تقودون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الشالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعمدون إلا الله وبالوالدين إيسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الشراط وآدوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقددون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفر عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينشرون ولا قد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا هلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفرحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بويا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبجنات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن لله مصدق لما بين يديه وودا وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آية بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المالدين بباب لارود وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوله وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاقه ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذابهم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ضل الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسهانة بخير منها أو مترها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملق السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نشير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد يضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو موسن فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال الله المشرق والمورب فأينما تولوا فثم وجواه إن الله وسع عليهم وقالوا ادخل الله ولدان سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له مقانتون بديعوا السماوات والأرض وإذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعد أهواءهم بعد الذين جاءك من العلم ما لك من الله بي ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمنهن قال إني جاعلك للناس ما من قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقوم إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعوه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المشير وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز وحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافيها نفسه ولقد صلفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأصابها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صلف لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ ظال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاط إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قلب الملة إبراهيم حنيفا وما كان منها مشكين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاط ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن دولوا فإنما هم في الشقاق فسيكفيكهم الله وهو سمع العليم صبوت الله ومن أحسن من الله صبوته ونحن له عامدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاط ويعقوب والأسباط كانوا هدى أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغفر عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكون السفهاء من الناس مولهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقد ذلك أجعلناكم أمة وسدردكم شهداء على الناس يكون رسول عليكم شهيدا وما جعلناك بلدى الذين كنا عليها إلا لنعلم من يتم رسول مما ينقلب على عاكيبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قد نرى لقل وجد بالسماء فننولي لك بلدى نرضاها وولي وجد شضر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوجكم شطرة وإن الذين أعودوا الهدام لعلمون أنه لحو من ربهم وما الضمغفر عما يعملون ولئن تيت الذين أعودوا الهدام بكل آية ما تبعوك بلدك وما ألم دامعين بلدتهم وما بعدهم دامعين بلدبعين ولد بعد أهواءهم من معل ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين الذين آتين الهدام يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لم تبعون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل يدنا وليا واستمكوا الخيرات أينما تكون لدي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجد شدر المسجد الحرام وإنه نلحم من ربك وما الله بغفر عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجد شدر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فول وجد شدره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه فلا تخشوني وليتم رعمتي عليكم ولعلكم نهددون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتر عليكم آيات الزكيكم ويزكيكم يعلمكم والجد عبد يعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني أذكركم أشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقاتل وسبيل لي أموات بل أحياء ولكن لنشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخاف عن الجوع ونقصي من الأمر ومس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صبدوا مصيمته قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولاك علم صلواته من رب ورحمه وأولاك هم المهندون إن الصف والمنط من شعائر الله ومن حج البيت أم اعتبر فلا جناح يطوف بهما ومن ذطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين اكتمون ما أنزلنا من البينات والأدى من معنى ما بيناه للناس في التام هناك العنوم الله هناك العنوم الله والعنوم اللعنون إن الذين تاموا أصلحوا وبينوا فأولاك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا ما دم غفار هناك علم لعنة الله والملاكة والناس المعين خالدنا فيها لا يخفوا عنه العدام ولا هم ينظرون وإنكم لا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماء والأرض يحبنا في الليل وأننا الفلق الذي نجري في البحر ما يفعل نسوى ما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء وحيا بالأرض بعد موتها فأحيا بالأرض بعد موتها وبثفي من كل دابة ودصري في الريح والصحاب المستخل بين السماء والأرض نآية لقوم يعكدون هو من الناس ما يندحن من دون الله أن دادا يحبون محمد الله والذين آبادوا واشنقوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا انذروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلا مرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقاض عنهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا ثرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا في ذلك يريم الله أعمالهم حصراد عليهم وما هم خارجنا من النار يا أيا الناس كنوا مما في العرض حلالا طيبا ولا نتبع خدوة الشيطان إنه لكم عدو ومبير إنما يأمنكم بالسوء والفخشاء وأن نكونوا على الله ما لا تعلموا وإذا كن لم اتبعوا ما أزل الله قاد بل نتبعوا ما ألفينا عن آباءنا أولوك لآبونا يعكدون شيئا ولا يهددون ومثل الذين كفروا كمثل الذي نعلم لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم مضمنوا من فولا يعكدون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبة ما رزقناك واشكرون إلا إن كنوا بيه تعبدون إنما حرم عليك الميتة والدامة ونحمل إن زلموا إلا به لغير الله فمن ترى غير ماهي ونعاد فلا إثمى عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشأنون مئة ثمنا قليلا أولا كما يكونون في بدن إلا النار ولا يكلمهم الله يوم الكيامة الزكي ولهم عذاب أليم أولاك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعداب بالمغفرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين أخنرفوا في الدامنا في شقاك معيد ليس البرأ والوليكم من المشرك والمغرب لكن البرأ من أبد بالله واليوم الآخر والمانا عند الكتاب والنبي وآت المان على حميد بالقرب وليتاب البساكر أبد السبيل والسائلين في الرقاب وأقوم الصلاة وأدى الزكد الموفون بعهد إذا عاهدوا وصابرين في البساء والضراء وحينا البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هضلوا تكون يا أيها الذين آمنوا كذب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى ومن عفل من أخير شمد ببعب المعروف وأنت أغل بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة ومن اعدد بعد ذلك فله عذاب الأليم ولكم بالمشاش حياتي يا أولي الألباب لعنكم لتكون كذب عليكم إذا حضر أحد المدوء إن لغى خير للوصيد الوالد أقربنا بالمعروف أغل عن المتقين ومن بلنه بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من روش جنف فلث من روش بينهم فلا إسمعوا عليه إن الله غفور راحيم يا أيها الذين آمنوا كذب عليكم واشيبوا كما كذب علي الذين من قبلكم لعنكم لتكون أياما معجودات وبنجن منكم مريدا أو على سفر فعدت من أيام الأخر وعلى الذين يتيكونه في ند النعم مسكين وبن تطوى خيرا فهو خير له وأن نصوم خير لكم إن كنتم دعلمون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن ودى للناس وبينات من الهدى والفرقات فبن شهد منكم الشهر فليصمه وبن جن مريدا أو على سفر فعدت من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وردكم من العدد وردكم من الله على مهداكم وعلكم نشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعالي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم لين تصرع من رفض ونسائكم هنا لباس لكم لباس له علم الله أنكم منذ من اخدارون أنفس وداب عليكم وعفا عنكم والآن باشيرون من دوما كذب الله لكم وكذوا وشربوا حتى نبين لكم الخيط الأبيد من الخيط الأسفل من الفجر ثم تنسيب إلى الليل ولا نباشرون نباقفون في المساجر تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس سنعا لهم يتكون ولا دكنوا أما لكم بينكم بالباطل وددنوا بها إن حكم لدكنوا فريقا من أمضال الناس من إذنهم دعنا يسألونك عن الله كلها مواكد للناس والحج وليس المر بأن نأتو البد من ذور ولكن البر من الدق واتو البد أبابها أودك الله لعلكم نفلحون وقادروا بسبيل الله الذين يقادرونك ونتاعدادوا إن الله لا يحب المعددين وقدروا بحيث كمتم واخرجوا من حضار وفند أشهدوا من القد ولا نقادروا عند المنس الحرام حتى يقادروا كم فيه وإن قادركم فأقتلوا كذلك اليزاء الكافرين فإن ذوق إن الله غفور رحيم وقادروا حتى لا نكون فنت ويكون الدين إلا فإن ذوق لدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام من شهر الحرام الخرم ذوق إصراص ومن اعدد عليكم فاعددوا عليهم واتقوا الله وعلموا أنكم مناكم واتقوا الله وعلموا أن الله معلم التكين وأنفقوا بسبيل لمن تلقوا بعيد يقول تهلكت وأحسن إن الله يحب المحصرين وأتم الحج والعمرة لله فإن صلدوا من سيسر من الهدي ولا تحركوا صمحت أن يبلغ الهدي ما حله فما كان منكم مريدا أو به أذب رسي ففدية من صيام أو صداقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمك عمي العول لما سيسر من الهدي وبل لم يجد ما صيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشر كامل ذلك لما لم يكن نحادي للمسجد الحرام ودكوا واعلموا أن الله شديد العقاب الحج فإذا فإذا فلتم من أرفان واذكن الله عند المشهر الحرام واذكن كما هداتم وإن كنتم من قبل لمن الضال ثم فيدوا من الحج وفاد الناس واستغفر الله إن الله وفر رحيم فإذا قضيتم مناسك واذكر الله ذكركم أباك واشن ذكر ومن الناس من يكون ربنا آدنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن من يكون ربنا آدنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وكنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن دعدنا في يوم نف 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 عليه ومن خلف فن إث نعلم من انتظر واندقوا الله واعلموا أنك لدو شرور ومن الناس من يعلم كون من حال الدنيا شرد العلام في قلب وإذا تولى سعى في الأرض ليس في والقاح والنسل والله لا حب الفساد وإذا كيل نوذ كل أخذ ذو عز من إث حسم جهنم ولمس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بات وآ أمر الله والله رؤوفا بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بسلم كافة ونادت بأخذان الشيطان إنه لكم عدو مبين فإذا لنتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا آيات يوم الله في ظنه من الغمان والبالائك وخذي الأمر وإن الله ترجع الأمور سلبني الصرائن كم أديناه من آية بينه وبيبت لعمة الله من معه ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين غفلوا الحياة الدنيا صار من الذين آمنوا والذين توقفوا يوم الكياب والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس مات واحدة ومعط الله نبي بشرين وانذرين وأزل معهم الكتاب بالحمد يحكم بين الناس فيما اخذر فيه ومخذر فيه الذين أعودوا بمعن ما جاءت بين دبع بينهم فهد الله الذي آمن لما اخذر فيه من الحمد بيذر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم عزب من ندخل الجنة ولما يأتيكم مصر الذين أخرى من قبلكم فاسلدموا المساء والضراء وازلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسأل لك ماذا يفض كل ما أنفقد من خير فللوالد أقربين ليأت مساكن ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كذب عليكم القتال قل لكم وعسى ذكره شيء خير لكم وعسى نحب شيء ووشهر لكم والله يعني أنهم لا تعلمون يسأل ذكر الشهر الحرام كتال فيه قل قتال فيه كبير وصند عن سبيل المفرم والمسجد الحرام وإخراج من أكبر وعند الله والفن دمروا من الأقادر ولا يزال ليقادر لكم عندما يردوكم عن دينكم ويستطعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمد وكافر فأولا يعمل العباد بالدنيا والآخرة وأولا يشاب النان فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاء سبيل الله هناك يرجون رحمة الله والله وفوض قل فيهما إثم كبير ومناف للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقنك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات نعلكم تدف كانون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح له مخير وإن خالد وإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعندكم إن الله عزيز حكيم ولا تنقل مشرك حتى يؤمن ولأمن تنقل خير من مشرك ولو أعجب ولا تنقل مشرك حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب كم أعجب هناك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة وفرد بإذنه ويبين أياد للناس لعنهم يتذكرون ويسألون 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 ربصنا بأرسلنا ثلاثة دكور ولا يحل لون يبتم ما خلق الله في إرحام إن إن كن من الله واليوم الآخر ودعون دون حم بردين في ذلك أرادوا يصنح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والعجال عليهن درج والله عزيز الحكيم أنتنا مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لما نخدو مما آذيتون شل الله أن يخاف أم لا يكيما خدود الله فالحبو أن لا يكيما خدود الله فلا جنح لما في مفددا به لذلك حدود الله فلا تعددوها وبيت عدى خدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلاق ولا نحن من بعد حتى تنجي زودا غيره فإن طلاق والجنح عليه ما يترى جاء ظل أيكيما خدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلق النساء فبلغن أجلنا فامسكونا معروف ونصرحنا معروف ولا تمسكونا ذرارا لتعددوا وبيف ذلك فقد ظالم نفسه ولدا نخذ آيات لا يوزوى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب رحمة عليكم وأنك الله أعلم أن الله بكل شيء عليم وإذا طلق النساء فبلغن أجلنا فلا تعدلون أي أسواج إذا ترضى بينهم بالمعروف ذلك يعد به من قال منكم إذن الله اليوم الآخر ذلك مسكانكم أدهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالد يرضع أولاد حول الكاب وعن المولود لو نزده ونزده بالمعروف لا تكلف نفس لا وسع لا تضر والدة بولدي ولا مولود له بولدي وعن الوالد مثل ذلك فإن أراد بصنع رات من هذا الشهر ولا جناح عليهم فإن أراد من تستردع أو لا تكون جناح عليهم سلمتم ما آديتم بالمعروف ودكوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتغفر يذنون أزواج يطرب بصنا بأمس ربع نشر وعشرة فإذا بلغنا ليلنا فلا جناح بما فعلنا في أموس بالمعروف والله ما تعملون خبير ولا جناح عليكم في معرض من خدمة النساء ومن في أموس علم الله أنكم ستذكرون ولكن لا تبعد نصرا إلا نكون قولا معروفا ولا تعزم ودتنقى حتى أيام الغداء وآجر واعلموا أن الله يعلم ما في أموس وحذاره واعلموا أن الله غفور الحليم لا يناخ عليكم إذا لكم النساء لنمس نفرد لو نفريض وبديه على الموسي قدر على المقادر قدر بدعم المعروح على المحصرين وإذا لنتمون من قلب النمس وقد فردتم لون فنصف فردتم إلا أن يعفو الذي بيدي عمدد النكاح وأن فعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير هافظ على الصنوات والصرات الوسطى وكوم لن يقان ونحمد برجان أوركبان فإذا أمن ثم أذكر الله كما لم نكن تعلمون والذين يتمنوا يذرون أزواجا وصيئة لأزواج إما تعلن حول غير خراج فلحرجنا فلا جناحا مما فعنا في أموسه مما عروف والله عزيز حكيم وللمطلق لما تعمل معروف عنكم على المتقين لذلك يبين الله لكم آياته نعلكم دعو كيلون ألم ترين الذين خرجوا من جار ونفر عذر الموت فقال لهم الله بودوا صبح يوم إن الله لك فضل على الناس ولكن آخر الناس لا يشكرون وقادلوا بسبيل الله واعلموا أن الله سبيع وعليم من ذا الذي يقرد الله قرد حسنا فيضاعي فهونه أضعف كثير والله يقبذ ويبسد وإليه ترجعون ألب ترئن الملأ من بني إسرائل من بعن موسى وقالوا لنا مرم عسنا ملكا وقد سبيل الله قال وما لنا أن نقل من سبيل وقد خرجنا من ديان وأبنائنا فلما فلما كذب عليم لتول إلا قد ربهم الله عليم من وقال لهم نبي إن الله قد معت لكم قالوا تمريكا قالوا أنا يكون للملك علينا ونحن حق بالملك من لتصعد من البال قال إن الله اصطفى عليكم وانزادوا بس نبع جسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي وقال لهم إن آية ملكه أيضم تابد فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من رب وبكية مما ترك آلوس وآلوه تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل تارود من الجنود قال إن الله دليكم منها ومن شرم ونس مني ومن لم يعد مينه مني إلا من اغطرف غربة بيده وشريم من لا قليلا منه ولما جاوز والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم جنود وجنود قال الذين يظنون أنهم لا كل من فئة قليلا غلبت فئة نفيرة بإذن الله والله مع الصابيرين ولما برزوا لجنود واجنود قالوا ربنا أفلع لنا صبرا وثمد أقدامنا وانصروا عن القوم الكافرين أزموا بإذن الله وقدر داود جنود وآذى الله ملك وإحمد وعلمه بما يشاء ولو نادف الله الناس بعده وبعد الله فاسد الأرض لكن الله خضر على العالم دلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لك لمن المرسلين